زي ما قلنا ندية والشراكة وقرار وطني مستقل أسس وضعتها ثورة 30 من يونيو للانطلاق لسياسة خارجية مصرية جديدة واللي قدرت من خلالها استعادة دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي ده كان نتيجة طبعا لتحركات دبلوماسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي في عدد من القضايا والملفات وفي زل المتغيرات كبيرة شهدها الشرق الأوسط والعالم أجمع خلينا نعرف تفاصيل أكتر بالترحيب بالأستاذ أحمد ناجي أمحا رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أهلا وسهلا بحضرتك في نوارنا أهلا بي جمالك وحضرتك دايما طيب والشعب المصري كله طيب أحنا عندنا ملف العلاقات الخارجية ده كان واحد من الملفات الشائكة والمتشعبة وشديدة التعقيد زي إدرت مصر في بناء أنها تبني علاقتها الخارجية تاني من جديد وترجع تاني كشريك أساسي فاعل في المجتمع الدولي بالطبع كما حضرتك تفضلتي في دوائر رئيسية للسياسة الخارجية المصرية تتطابق مع دوائر الأمن القوم المصري هذه الدوائر للأسف حصل فيها تمزج شديد في الفترة من 2011 إلى 2013 الفترة دي تراجع دور مصر الإقليمي تراجع دور مصر الدولي ضعت هيبة الدولة المصرية ضعت هيبة منصب الرفيع في الدولة المصرية رئيس الجمهورية الفترة الانتقالية كانت فترة مصر بتعيد فيها ترتيب أوراقها لأن كان المجتمع الدولي في هذه اللحظة الفريقة متأثر بالعديد من المقولات الزائفة اللي بيشتغل عليها تنظيم الإخوان بلجانه المختلفة بموقعه المختلفة بلجانه الإلكترونية بمركز أبحاثه بشركات العلاقات العامة اللي بيتعاقد معها وبالطبع ده أثر على توجهات عديد من القوة الدولية تجاه ثورة 30 يونيو فكان لابد من البداية من ترسيخ الثورة دي في الفترة الانتقالية اللي تولى رئيساتها في هذا التوقيت المستشارة عدل منصور وكانت فترة حساسة جداً في تاريخ الدولة المصرية الدول العربية في هذا التوقيت وقفت موقف مشرف مع الدولة المصرية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وباقي الدول العربية كان هناك إحساس أن لابد لهدي الدولة أن تعود لممارسة دورها ثبت بالفعل أن طول الفترة اللي انسحبت فيها مصر عن ممارسة دورها وتأثيرها وفعليتها في القضايا الإقليمية والقضايا الدولية ده كان لين مردود سلبي كبير على أداء السياسة الخارجية المصرية وعلى مصير الشعوب والدول الوطنية العربية ده أفنة ما هيخلينا برضو نتسأل عن شيء كيف كانت محددات السياسة الخارجية المصرية فيما قبل 30 يونيو وفيما بعد 30 يونيو ما هو قبل 30 يونيو لم تكن هناك محددات للسياسة الخارجية المصرية إلا مصلحة الأهل والعشيرة والتخديم على المشروع الأممي لبناء دولة الخلافة وفي هذا السبيل استبيحت أراضي الدولة المصرية وشفنا مشروعات للتنازل عن أراضي مصرية كثيرة وهي أراضي عزيزة علينا كانت المهمة ثقيلة جدا على الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عفتح السيدة للحكم بس لحظة 30 يونيو لازم نقف عندها ونعرف أن أربع تيام الشعب المصري فرض إراضته على كل قوة الشر اللي كانت بتحيط به وكل محاولات هدم الدولة المصرية وكل محاولات انتزاع وتمكين هدف فصيل الإرهابي من مفاصل الدولة المصرية لما تولى الرئيس عفتح السيدة للحكم في 2014 كان خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واللي ختمه بتحية مصر تحية مصر تحية مصر وردده خلفه القاعة وكانت ترحيب شديد جدا حدد خلاله الأطر اللي الدولة المصرية تتحرك فيها الدولة المصرية أكدت أن هناك قضية رئيسية لابد من الالتفات لها قضية فلسطينية وكانت في القلب من السياسة خارجية مصرية دائما وأبدا وأكد رئيس عفتح السيدة في هذا الإطار أن هذه القضية هي قضية المحورية التي تم من خلال تزييف وعيد كثير من الشباب وكثير من العقول وتغيبها على مطالب لم تتحقق حتى في توقيت حكم التنظيم الإرهابي توقيت حكم التنظيم الإرهابي ما سمعناش حد طالب بالحقوق العربية ما سمعناش حد طالب بالحقوق في القضية الفلسطينية وبالتالي كان إعادة صوت مصر عالي في هذه القضية في هذا المحفل الدولي المهم في هذا التوقيت والتأكيد على أن هذه القضية حلها سيضمن حل كثير من القضايا البقية في الأقل أكد سيادته في هذا الإطار برضو النقطة الثانية أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وأكد أن هذه الدولة هي عصب الدول في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة العربية بالتحديد وأكد أن الحفاظ على هذه الدولة الوطنية لابد أنه يتضمن الحفاظ على حرية شعبها في تقرير مصيره كما قرر الشعب المصري مصيره في فجر 30 يونيو أربعة أيام غيرنا فيهم واجه التاريخ الحقيقة أن هذه الشعوب لديها مؤسسات ينبغي الحفاظ عليها على رأسات الجيوش الوطنية العربية أكد سيادته برضو على أن مصر دولة تحترم القانون وأن دولة تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة سواء مع المنظمات الإقليمية أو المنظمات الدولية وأن مصر ملتزمة في علاقتها بالدول الأخرى بمبدأ عدم التدخل ومبدأ عدم التدخل ده الدولة مصرية تتبنى في إدارة علاقتها مع كل الأطراف ويمكن نحن النهاردة بنجني ثمار هذه السياسة الحكيمة الرشيدة لما نوصل للنهاردة هنقول مصر قدرت تعمل إيه أكد سيادته برضو على أن مشكلة الإرهاب تتطلب تدافر كل جهود الدولة الدولية من أجل وقف تمويل من التنظيمات الإرهابية والإجرامية أكد سيادته على رفض مبدأ التدخل في شؤون الدول الأخرى مش مش مصر بس إنما الدول الأخرى نرفض تدخلها في شؤون الأخرى وأقول أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له لقاء قريب مع سيدة أورسلا بندرلاين وكان بيتكلم فيها عن صعوبة الوضع الدولي حاليا وكان له كلمة بيقول فيها المجتمع الدولي بيمر بظرف دقيق بيتطلب أعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار هل نقدر نقول أنه ده ملخص للسياسة الخارجية المصرية على مدار التسع سنوات اللي فاته؟ اللي حضرك بتقولي ده أساسي في السياسة الخارجية المصرية يعني إذا إحنا بنتكلم عن الدبلوماسية الرسمية اللي بتمثلها وزارة الخارجية بيعتبرها الأداء الرئيسية في تنفيذ السياسة الخارجية للدولة المصرية إحنا بنتكلم عن مجموعة من الدبلوماسيات الأخرى بتكلمي على الدبلوماسية البرلمانية اللي بيقوم بها أعضاء مجلس النواب وشيوخ بتكلمي عن الدبلوماسية الشعبية اللي بيتم من خلال منظمات المجتمع المدني ومشاركتها الفعالة في كافة المنتديات والتنظيمات واللقاءات والاجتماعات اللي بتعقدها المنظمات الدولية بتكلمي كمان عن الدبلوماسية الرئاسية وهي الأدى الفعالة يمكن لو وقفنا عند تحركات سيادة الرئيس سواء في الزيارات الخارجية أو من استقبلهم سيادته على الأرض المصرية بتعكس تماماً اللي حضرتك بتقوليه مصر منفتح على الجميع مصر دولة وده كان أحد المبادئ الرئيسي اللي سيادته ترحى برضو أن مصر دولة لا تنحازل طرف على حساب طرف آخر ومصر لا تبادر بالعداء ومصر ملتزمة بلغة الحوار ومصر ترغب في بناء السلام والأمن الأخليمي والدولي مصر في الآليات دي لم تكتفي باللقاءات الصنائية ولكن شاركت في العديد من اللقاءات والاجتماعات سواء ما يتعلق بالأمن أو محاولة تقريب الدوائر الأهم بالنسبة لها يعني احنا بنتكلم عن الدائرة الأفرقية باعتبارها الدائرة الحاضن للأمن قوامي المصري وبنتكلم عن الوطن العربي باعتباره أساس الأمن قوامي المصري فلما بنبص الدائراتين دول ونشوف الدولة مصرية وتفعالاتها وإزاي الدولة مصرية قدرت تعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات سواء مع القوى المختلفة يعني بنبص على الصين مثلا بنشوف اللقاء المصري مع الدول الأفريقية مع الصين اللقاء الفكاك اللقاءات الفكاك هو العودة القوية للدولة مصرية في هذا الإطار بنشوف إزاي الدولة مصرية قدرت تقارب الدائرة الأفريقية من الدائرة الأوروبية والدائرة الأمريكية وإزاي تحركت مجموعة من اللقاءات بنشوف مشاركات مصر في اجتماعات ميونيخ للأمن وإذن الدولة مصرية بتطرح رؤيتها في هذا الإطار يعني يا حديدك بتتكلم على تجميع دلوقتي مش تجميع دول تجميع تكتلات وقارات مع بعض لأن كان يا أسوسة صحر من السياسات على الأرض وخلينا نقول السياسات المصرية على الأرض لتنفيذ مجمل اللي فاد أن الدولة مصرية انتهجت مبدأ التجميع الدول صاحبة المصالح المشتركة نحن عارفين كلنا أن المصالح هي أساس العلاقات الدولية ومن ثم مصر تجهت إلى تفعيل دوائر العلاقات مشتكبيرة أوي كمان الدوائر الأضيق يعني أبرز نجاح تحقق في هذا الإطار الدائرة المصرية اليونانية الكبروسية اللي دعمت بقوة الحقوق للدول التلاتة في الغاز المكتشف في البحر المتوسط وأمنت في نفس الوقت هذه الحقوق عبر مجموعة من الاتفاقيات واللقاءات المستمرة لانتزاع الحق هذه الشعوب في امتلاك مقدراتها وامتلاك قوة قوة اقتصادية تمكنها من بناء أفضل للمستقبل بنشوف أن من تجمع سلاسي تحول إلى مؤتمر للغاز تحول إلى منتدى شرق المتوسط للغاز بنشوف إزاي الدولة مصرية عفوا منتدى البحر المتوسط للغاز منتدى جاز البحر المتوسط إزاي الدولة مصرية قدرت تحول تكتل وتعاون سلاسي إلى دائرة أوسع بتقدر من خلالها تضمي عدد من الدول سواء بصفة مراقب أو بصفة شريك في هذه اللقاءات والاجتماعات لتحقيق مصالح الدول كلها على أساس من التوافق والشراكة بدلا من اللجوء إلى النزاعات أيضا بيحضرني الشراكة مع دول الفيش جراد يعني لا تقل أهمية برضو موضوع من اللقاءات المهمة يعني إحنا لازم نقف ونبص إزاي الدولة مصرية كانت حريصة على إقامة دوائر علاقات مع دول كانت تقطعت بها السبل في الفترة اللي فاتت بتكلمي على المجر بتكلمي على التجمع اللي كان موجود هناك بتكلمي على القدرة على بناء مش في فش جراد بس القدرة على تذهب إلى ما هو أبعد مع دول لم تكن على خريطة خريطة السياسة الخارجية كانت ممكن في خلال اللقاءات ولكن تخدم على الأهداف الحيوية والاستراتيجية اللي الدولة مصرية بتشتغل عليها لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع المصري يعني اللي بيبص للسياسة الخارجية المصرية اللي يستطيع أنه يفصلها عن مجمل ما تم إنجازه من مشروعات للتنمية من مشروعات للإصلاح الاقتصادي من قدرة على ضحر الإرهاب في الأراضي المصرية ودي ملفات كانت دايما حضرة في لقاءات السيد الرئيس يعني السيد الرئيس حتى لو كان تجمع إقليمي أو تجمع دولي كان حريصا على استحاب المجموعة الوزرية الاقتصادية دول كان آخر زيارة بتدلل على ده كانت المهمة الرئيسية أن نعرض ما تم على الأرض المصرية من مشروعات تنمية واقتصادية عملاقة وبالأرقام وبحجم الاستثمارات المتوقعة وعرض البنية التحتية المصرية اللي تم تطويرها يعني تم توظيف كل هذه الأدوات التي باتت تملكها الدولة المصرية نتيجة القرار المفصلي للإصلاح الاقتصادي في 2016 والإصلاح الإداري باعتبارها أداية فاعلة في يد متخذ القرار المصري لكي يقدم مصر للعالم في صورة مختلفة ولكي يتفاهم العالم ما يحدث على الأرض المصري وده سهل في إعادة تقديم مصر بصورة جديدة إحنا كان عندنا ملف يمكن بأنه هاجم فيه في الفترة اللي فاتت ولكن الموضوع تغير خالص بعد ثورة التلاثين من يونيو ويمكن شفنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان له تويت شهيرة جدا بيتكلم فيها وكان بيهني فيها مصر على حسابه الرسمي بيقول إطلاق الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان وقد إيه الوضع اختلف بعد ثلاثين ستة يمكن النقطة اللي فاتت وإحنا بنتكلم إحنا قلنا أنك لا يمكن أن تفصلي السياسة الخارجية المصرية عن ما يحدث في الداخل طول ما الداخل المصري قوي طول ما المصريين متحدين طول ما المصريين متكتفين طول ما المصريين متفقين على أسس واضحة للتحرك ده بيسهل كثيرا على صناع القرار وعلى صناع قرار لكي يضع البدائل للتحرك وعلى متخذ القرار لكي يأخذ القرار الأصوب والمناسب لمصلحة القومية للدولة المصرية في هذا التوقيع فهو واثق في جبهته الداخلية بالضبط فلما بتتكلمي على المشروع التنموي المصري المشروع التنموي المصري موقفش عند كباري وموقفش عند طرق رغم أن هي أساس التنمية يعني كل نظريات التنمية بتقول ده إنما للأسف الآلة الإعلامية التي تعمل دائما على هذه الثقة الشعب المصري وهذه الثقة المجتمع الدولي فيما يحدث في الأرض المصرية تأخذ من هذه النمازج وتحاول أن تشوي هذه التجربة وتكسرها في هذا الجانب التجربة المصرية كانت فيها جوانب قبل الوصول للإستراتيجية الوطنية لحول الإنسان الحقيقي أن أنت بتمر بمراحل طويلة جداً وحضرة تطلع حاجة تلخص هذه الأمور أنت مريتي بمبادرات رئاسية في الصحة مريتي بمبادرات رئاسية في التعليم مريتي بمبادرات صحية لإصلاع أحوال المصريين مريتي بمبادرات رئاسية للقضاء على العشوائيات مريتي بمبادرات رئاسية لتحقيق الأمن والأمان بتتكلمي عن منظومة متكاملة في الداخل تم الاستقرار عليها وفي النهاية كللت بالاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان لما بتبصي لده أكيد بتبصي أن الدولة مصرية وهي بتتكلم في الاستراتيجية الوطنية حطت منظرها في التنمية في هذه الاستراتيجية يعني الدولة مصرية وهي بتحط هذه الاستراتيجية وبتقدمها للعالم وبتحوص ثقة العالم كله وبتحوص رضا العالم كله كانت بتعني بيها أن هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان لا تقتصر فقط على مفهوم الحقوق الإنسان في شكه السياسي وقانوني فقط نعكس علينا بقى ده إزاي خارجينا طيب أيضا فيه أمر آخر سو صحر أن هذه الأسراجية تضمنت الرؤية المصرية الشاملة للحقول الإنسان أنه نحن عندنا حق في التعليم عندنا حق في السكن عندنا حق في التنقل الآمن عندنا حق في التعليم الجيد عندنا حق في الصحة الجيدة كل هذه الحقوق ينبغي أن ترعيها الأطراف الأخرى عندما تتعاون مع مصر في ملف حقول إنسان وهي اعتباراتي ينبغي أن توضع فده نعكس علينا خارجيا فإننا بقينا أكثر قدرة على الحركة وانتخاذ القرار باستقلالية خصوصا أن أنت بتحطي ده وانت بتنفذي على الأرض السياسات بتثبت ده. أهم حاجة أثباتت ده للعالم كله مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة الحقيقة أنت بتنقلي بيها حياة 60 مليون مواطن مصري. نحن بنتكلم أننا على العداد وصلنا 113 مثلا ممكن أكتر ممكن أقل إنما على العداد بتاع الجهاز المركز التعبير العام والإحسان 113 مليون أنت بتتكلم أنك أنت وصلت تقريبا لنص المجتمع المصري نص المجتمع المصري ده لما تضمن له التنمية. لما تضمن له الحصول على الحقوق وفقا لوجهة النظر المصري لما تضمن له المشاركة في المشروعات الاقتصادية. لما تضمن له الإنتاج. لما تضمن له الحياة الأمانة ده كل ده. كل ده وهو ده هي دي حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقي تأتي الحقوق السياسية والحقوق القانونية في ظل احترام مصر لده مصر بتقول وبتقدم النماذج يعني إعادة تأهيل السجون إعادة التعامل ومبادرة العفو الرئاسي. كل ده لازم نحطه في الاعتبار ونقول إن مصر دولة حريصة على عقلانة ورشدانة ملفها الداخلي. علشان تقدر توصل للقوة كاملة. طبعا لأن لو إحنا جوه عندنا نوع من أنواع الخلاف أو نقاط الضعف اللي يمكن اختراقها. ده بيمثل ضعف للكدرة على تفعيل سياسة خارجية. طيب. أستاذ أحمد يعني حليك ذكرت استراتيجيه شاملة في التعامل مع حقوق الإنسان. في أيضًا لده يمكن أن 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 ي استراتيجيه شاملة برضو هقولك لا تقل أهمية وهي موجهة الإرهاب والفكر المتطرف. حديثك ذكرت أن ده عمل مشترك. بل قد يكون العمل المشترك الأول بالنسبة في تناول سياسة الرئيس لقضايا السياسية مع الخارجية. وأثناء مشاركته في المحافل وفي المؤتمرات وفي اللقاءات السنائية دائما ما يضع في الأولوية. التعامل مع الإرهاب والخطاب الديني والفكر المتطرف. مصر برضو لم تقف عند عامل واحد بل خادته بشمولية. التعامل مع الإرهاب كان بالقضاء على منابع التمويل. كان التتبع الإرهابيين. كان ده جيب التوازي مع التنمية وجيب التوازي مع استراتيجية حقوق الإنسان. دايما أبدا فخامة رئيس عفتاح السيسي بيذكر أن الدولة المصرية كان عندها تحدي رئيسي بعد 2014. يعني بعد أن تولى سدة الحكم في 2014. التحدي كان بيتمثل في استعادة مؤسسات الدولة. أنت كنت عايزة تستعيدي دولة. إحنا كلنا عايشنا فترة فيها تنظيم بيحاول أن يكون هو المحرك الرئيسي لكل حاجة في الحياة. شكل الدولة تهاوى. مصر شكل الدولة ما كانش موجود. أنت كنت عايزة ترجعي شكل مؤسسات الدولة تاني. لأن لن تستطيع أن تشاركي في مؤتمرات برلمانية. سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى منظمات الأمم المتحدة. وانت ما عندك يش برلمان يتوافق عليه الشعب المصري أو برلمان مستقر. مش هتقدر يتعملي برلمان مجر ما يكون عندك دستور. مش هتقدر يتعملي دستور مجر ما يكون عندك رئيس. تجمع عليه كل فئات للمجتمع المصري. وبالتالي أنت كان عندك مصر مهم جدا أنك إزاي بعد ما بقى عندك رئيس وبقى عندك دستور وبقى عندك برلمان. إزاي أنك أنت تقدري تسبتي على الأرض صورة الدولة ومؤسسات الدولة تانية. إزاي مؤسسات الدولة دي اللي تهجمت على مدار سنوات طويلة وتم محاولة إسقاط بعضها. يعني طبعا الشرطة المدنية حضرة في هذا الإطار باعتبارها النموذج الأبرز اللي تم الهجوم عليه بصورة وتشويه صورتها. بس الرد كان في 30 يونيو عندما حمل الشعب المصري ضباط وجنود الشرطة المصرية على أكتبهم. وكان رد واضح أن المجتمع مصري كان مفتقد للأمن والأمان. وبالتالي الحاجة إلى الأمن والأمان في المجتمع المصري هي قيم رئيسية عند المواطن المصري. المعركة دي أخدت من الدولة مصرية وقت مش قليل. وما زالت. إنما إدرنا نتجوازها وكان بعد محاولة تثبيت مؤسسات الدولة موجهة التحديين الرئيسيين اللي قدامها. تحديين الرئيسيين اللي قدامها كان تحدي التنمية وكان تحدي الإرهاب. الحقيقة لما تروحي سينة وإحنا رايحين سينة مثلا. لما حدريك تشوفي المشروعات التنموية في شرق التفريع وشرق القانية. وتشوفي البحيرة اللي تم إعادة تأهلها مرة تانية. وتشوفي محطات الصرف ومحطات المياه ومحطات المعالجة. وتشوفي المشروعات الإسكانية الجديدة. مدينة الإسماعيلية الجديدة وبرسعيد الجديدة. وتشوفي حتى المساكن اللي تم تأسسها بما يتواكب مع منظومة الحياة البدوية للمواطن السينوي. وتشوفي مشروعات تنمية سينة. تقدر يتقدري قد إيه. الدولة المصرية كانت مصرة أنها تعمل مشروحها التنموية. وفي نفس الوقت تضحر الإرهاب. مصر مشت في المصارين بالتوازي. ومصر قدرت عن طريق أبنائها الشرفاء في قوات المسلحة المصرية. وفي الشرطة المدنية أنها تحمي الشعب المصري من هذا خطر الداهم. سقط منهم شهداء. سقط منهم مصابين. رحمة الله على من توفى. ونتمنى الشفاء لمن يعانوا حتى هذه اللحظة من جراء إصابتهم. دفعوا تمن غالي قوي عشان نوصل اللي نحن فيه. لكن في نفس الوقت كانت أبناء مصر من العمال والمهندسين والفلاحين. وكل طواقف الشعب المصري بيعملوا في مشروعات التنمية العملاقة للدولة المصرية. مصر لم تتوقف في أي مجال من مجالات التنموية. المجال الزراعي. نحن شايفين الطفرة الزراعية الكبيرة التي فيها الدولة المصرية. ويمكن هذا مردود. والنهاردة نحن شايفين أنواع الفاكهة الموجودة في سوق المصر النهاردة. وأسعارها عاملة إزاي. وده لا يقارن بفترات كتير سابق. وجودتها. لما بتشوفي المجال الصناعي. بتشوفي المناطق الصناعية التي تم تأسسها حديثا. وفقا للتكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا الزكاية. مدينة الأساس في دنيات. بتشوفي العديد من التجارب التكاملية. لأن الدولة المصرية بتتبنى مشروع. المصرين لازم يفهموه. وإن إحنا مش عاملين طرق وكباري علشان نتبهى بها قدام العالم إن إحنا عندنا طرق وكباري. ولكن إحنا علشان نقدر نؤسس مشروعات حوالين هذه الطرق وكباري. تقدر تكون الرابط السهل إن هي يتم الانتقال الآمن بينها. وعلى أطرافها أو على حدودها يتم تأسيس مجموعة المدن الزكية اللي الدولة المصرية بتشروع بيها. وده لن يتم إلا من خلال منظومة حديثة للنقل المصري. اللي بيبص اللي حصل على الأرض المصرية لازم يبص لها من منظور متكامل. يعني أوعد بص إن إحنا نجحنا في السياسة الخارجية. مش لجزئية واحدة بس. من غير ما كل ده يتحقق على الأرض. أو إن إحنا قدرنا ننفي السياسة الخارجية نجحة. مكينة مصر من استعادة السياسة الفاعلة. وأن تكون شريك استراتيجي مع الدول العالم كله. من غير ما يكون على الأرض أنا لدي المقاومات السبتة القوية اللي بقدر أتحرك بيها في هذه الملفات. من غير تضمن هذا الشعب خلف القيادة السياسية. القيادة السياسية ما تقدرش تتحرك بفعالية في هذه الملفات. ولازم نتفهم أن يعني أوcka تحسبوا مصريين أن القيادة السياسية ممكن أن تتخلى عن سوابتها. ولكن اللي إحنا لازم نتفهمه. إن إحنا لا نملك المعلومة الكاملة. وإن إحنا لا نملك الصورة الكاملة. وإن إحنا لا نملك الفهم الكامل للمواطيات. وإنه غير صحيح. نحن متلقين للمعلومة. كشعب. وإنك أنت مش صح اللي هو في وقت ملاقوات فهمك أنك كل حاجة لازم تبقى عارف. أنا رايح ألتقي بسيادتك مثلا. فهو رايح ألتقي بيها. إيه الحكاية؟ هما بيتقابلوا ليس هكذا تدار الدول. تدار العلاقات بين الدول. العلاقات بين الدول علاقات مصالح. علاقات تواجه تحديات وتهديدات متجددة. التهديدات دي بتفترض على القيادة السياسية أن تأخذ ما هو أصوب لتحقيق المصلحة الوطنية والأهداف القومية للدولة في هذه اللحظة. وبالتالي إحنا لازم نتفهم أنه في كل اللي بيحصل ده وكل اللي إحنا بنتكلم فيه. لو لم يكن هناك تماسك ووقوف قوي من الشعب المصري خلف خياته السياسية كتير من الإنجازات والنجاحات الحقناء في ملف السياسة الخارجية ما كانتش هتحصل. يعني 2013 إحنا خارجين مهددين بالاستبعاد من الاتحاد الأفريقي. نعود لرئاسة الاتحاد الأفريقي. نعود إلى أن نكون شريك فاعل في كل اللقاءات الأفريقية. 2013 إحنا ما كانش لدينا علاقة منقطعة مع الشباب المصري. النهاردة العلاقة مختلفة مع الشباب المصري. من خلال منتدات الشباب المختلفة. موجودين كمان في المراسق التادية. والأكديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. ودي أحد المبادرة الرئاسية برضو. لما بتتكلمي على كل ده وبتشوف إزاي الدولة مصرية عملت اقترابات من القضايا الشائكة فيه اعتبارات كتير. كانت يمكن أن تكون خللا في بناء الدولة مصرية في مراحل صدقة. تم وضعها في الاعتبار وفقا للستراتيجيك شاملة للدولة مصرية 2030. أكيد. طيب. أستاذ أحمد. إحنا كلمنا عن نقاط كثيرة. أعتقد أن إحنا لسه هنحتاج نتكلم أكتر عن ملف السياسة الخارجية. وحنحتاج أن إحنا كمان سحر نتكلم عن تفاصيل إدارة الأزمات الخارجية. إزاي إحنا بنتصدى لهذه الأزمات وتعلقها على طبعا. ولكن دعونا نعيد على حضراتكم مرة أخرى كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناتبة ذكرى الذكرى التاسعة لثورة أ30.